تعالوا منها لنروح بقى لوزارة التربية والتعليم الحكومة بتعلن اكتمال خطوات التنفيذية لنظام التعليم الجديد برياضة الأطفال والابتدائي عرض دكتور طارق شوقي وزير تربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي الحالي لبرامج الوزارة وإجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بموقف مباني المدارس المنشأة حديثا ومدى الاستفادة منها في العملية التعليمية يوجد تطور فيه أعداد المدارس بجميع نوعيات التعليم خلال الفترة اللي كانت من 2014-2015 لحد 2017-2018 وصل عدد المدارس أكتر من 53 ألف مدرسة بزيادة بتقدر بنحو 5.5% واللي بيستفيد منها ما يقرب من 21.5 مليون تلميذ بزيادة نحو 11% أضاف بقى كمان وزير التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس الوزراء اللي كان مبارح برئاسة الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أضاف أن برنامج الحكومة بيستهدف خلال فترة 2018-2019 لغاية العام الدراسي 2021-2022 إنشاء عدد 200 ألف فاصل خلال الأربع سنين اللي جاية بإجمال حوالي 12 ألف مدرسة جديدة وذلك للقضاء على مشكلة الكسافات والمناطق المحرومة من المدارس وجاري حاليا التنسيق مع المحافظين علشان يوفروا أراضي مناسبة لإنشاء المدارس المطلوبة طبعا بأماكن الاحتياج وجاري حاليا كمان التنسيق مع وزارة التغطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتوفير التمويل لبناء هذه المدارس اشتركوا في القناة